موسيقى أحبائي المشاهدين الكرام نود أن نفتح كتابنا المقدس إلى إنجيل القديس متى أصحاح 19 والأعداد 13 إلى 15 هذه الأعداد المباركة تتكلم عن الأولاد وعنوان حلقتنا في هذا الوقت المبارك هو انحراف الأبناء يقول حينئذ قدم إليه أولاد لكي يضع يديه عليهم ويصلي فانتهرهم التلمين أما يسوع فقال دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات فوضع يديه عليهم ومضى من هناك لبارك الرب هذه الكلمات المقدسة أحبائي نحن كأباء وأبناء وأمهات مسؤولين عن أولادنا مسؤولين عنهم دنيا وآخرة يعني الرب يحاسبنا في الدنيا ويحاسبنا في الآخرة عن أولادنا فلنتيقظ ونعتبر بأن الأمر ليس سهلا بل هو أمر خطير هذا الأمر يقول أن الله سبحانه وتعالى سوف يسألنا في الآخرة تلات أسئلة تلات أسئلة نخلي بنا منهم من ضمنهم السؤال يخص أولادنا السؤال الأول بيقول آدم آدم أين أنت؟ فكل واحد مسؤول عن نفسه الرب سيسأله أين أنت؟ من عمل الخير؟ من حفظ وصايا الله؟ من كل شيء؟ السؤال الثاني أين أخوك؟ قاين أين أخوك؟ هابير عندما قام قاين وقتل أخوه هابير جاء الصوت السماوي قاين أين أخوك؟ هابير وأيضا السؤال الثالث فنحن مسؤولين عن إخوتنا عن زوجاتنا أزواجنا عن كل من لنا مسؤولين عن أنفسنا مسؤولين عن أزواجنا أو أخواتنا أو كل من لنا ثم السؤال الثالث والمهم هو موجود في سفر أرمي النبي يقول أين القطيع الصغير الذي أعطي لك غنم مجدك أين القطيع الصغير الذي أعطي لك غنم مجدك فنحن مسؤولين عن أولادنا دنيا وآخرة فلنضع في حسباننا أن أولادنا عطية من الله عطية عظمى ويجب أن نهتم بهم نتكلم اليوم عن انحراف الأبناء وأنا هنا عندي بعض الأشياء أو النصائح التي يجب أن نأخذها كي نتجنب انحراف أبنائنا وأولادنا سواء فيهم صغار أو عندما يكبروا أولا من ضمن الحراف الأبناء أو سبب من أسباب الحراف الأبناء هو غياب الأب عن البيت أو انشغال الأم في البيت يأما الأب غايب يأما الأم مشغولة فإذا الأب غايب والأم مشغولة بينشأ للحراف وجودناك ووجود بالجسد الأب بيجي من شغله تعبان مرهق ما بيصدق يقعد يقرأ يريده يسمى أخبار وما يتكلمش مع أولاده هو كريم في العطاء من الجيب لكن بخيل في العطاء من الوقت إذن أسباب الحراف الأبناء انغياب الأب عن البيت وانشغال الأم في البيت البيت مشغولة في المطبخ مع الجيران في التليفون موجودة فقط بالجسد فنكون موجودين مع أولادنا جسدا وروحا حتى أن حديث الآباء مع أولادهم في معدل اليوم لا يتجاوز بضع دقائق الأب ما بيكلم ابنه كتير وما بيقعد معاه ما بيتسامر معه ما بيناقشه يعني ما بيسمع منه مع أنه ربنا عطانا واثنين اثنين واللسان واحد حتى نسمع ضعف ما نتكلم فالمفروض نحن نسمع بالأولى إلى أولادنا عندما يشعر الأبناء بالإهمال سواء من طرف الأب أو من طرف الأم يبدأوا في الانحراف وهنا تقول الآية كيف ننجو إن أهملنا خلاصا هذا مقداره كيف ننجو وإحنا بنهمل تربية أولادنا وبنهمل أمرنا الروحي وخلاص أنفسنا وبالحقيقة الولد أو البنت اللي لم تشغله شغلك يعني إذا أنت ما شغلته هو شغلك إذا ما شغلته بالإيجابيات والحسنات سيشغلك بالسلبيات فلماذا لا نتعاون مع أولادنا ونكون معهم قلبا وقالبا بعض الآباء يعني بيتركوا الولد ما بيعملوا شي شي تيغلط أول ما يغلط ينتبه إليه فالولد شو بيشوف بيشوف أنا البابا والماما مهمليني ما بيكلموني ما بيطعاطوا معي خليني أغلط مشان ينتبهوا إليه لأن هم مش منتبهين إليه فهنا هذا خطأ أن لا ننتبه لأولادنا إلا عندما يخطؤون وعلينا أن نتجنب إسلوب القسوة فإسلوب القسوة في التربية يؤدل العناد الولد بيتعلم العناد كلما كان أبوه وأمه قاسين عليهم في التربية فالموضوع أخذ وعطاه بين الأبناء وبين الآباء والحقيقة أن العلاقة الصحيحة بين الأب والأم وأولادهم مبنية على الاحترام أولا والطاعة الاحترام للآباء والأمهات والطاعة من الأبناء فالابن يطيع لكن عليه بالمقابل أن يحترم أبوه وأمه والأب يحترم أولاده حتى أن أولاده بالمقابل يطوعوه أصعب شيء بالحياة التربوية لأولادنا هي أن تقدم لهم نصيحة طيبة ومثل سيء يعني نظريا أن نكون طيبين مع أولادنا إنما عمليا سيئين وزي ما بيقول أسمع كلامك أصدقك أشوف أعمالك أتعجب فلا يجب أن يكون هناك فارغ كبير بين ما نقول لأولادنا من حسنات وما نعمل بطريق الجهل لأولادنا من سيئات أيضا هناك عامل مهم جدا جدا ويخال الأولاد ينحرفوا بسرعة الانشقاق بين الوالدين عندما لا يتفق الأب والأم على طريقة معينة لتربية أولادهم ويكون فيه انشقاق واحد بيقول شرق والتاني بيقول غرب هنا يبدأ الأولاد ما يعرفوش لمين يسمع يسمعوا للأم وليسمعوا للأب ويبدوا أيضا من الحراف هنا الأولاد بيكشفونا بفكرنا نحن الأولاد مش عارفين الأب الابن كاشف الأب والأم وعارف إن كان الأب والأم صادقين في تربيتهم أم لا والحقيقة إحنا لازم كمؤمنين عندما كباء وأمهات مؤمنين عندما ابننا يخطئ علينا أن نصف الفاعل للفاعل يعني يقول له أنت عملت أشي سيء ما تقوله أنت سيء صف الفاعل لكن ما تصف الفاعل خلي الفاعل عادي حتى ما يقس لكن إن عمل أشي كويس صف الفاعل للفاعل يقوله أنت شاطر إنت كويس إنت خلوق انت مؤدب وخلي الفاعل بعدين فعلينا كمؤمنين أن نصف الفاعل للفاعل في الحالة السيئة ونصف الفاعل عندما يكون الأمر جيدا الكتاب يقول كونوا مستعدين لمجاوبة وكم سؤال أولادنا بيسألونا وإحنا ما بنجاوبهم إذا إحنا ما جاوبنا أولادنا على تساؤلاتهم سيروحوا على رفاق السوء ويسألوهم وياخدوا إجابة مغلوطة وزي ما قلت إحنا كمؤمنين علينا أن تكون صديق قريب لابنك قبل أن يتخذ صديق بعيد إذا ما كنت أنت صديق قريب لابنك كأب وأم رح يأخذ صديق بعيد فلماذا نترك أولادنا للآخرين علينا أن نعزز حتى نتجنب للحراف أن نعزز السلوك المستحسن يعني السلوك الجيد نقول عليه كلمة طيبة ونشجعه علشان الولد يزداد في عمل الخير مش نذكر بس الأشياء السلبية حتى يتمادى هو فيها فالسلوك الجيد يجب أن يقابل بالتعزيز والتشجيع وإحنا بنعرف أن عقل الطفل سواء ولد أو بنت صفحة بيضة أنت بتكتب عليك أب وأم اللي بدك إياه ممكن تكتب أن هو يعيش ناجح أو يكون فاشل يكون سعيد أو تعيس يكون مطيء أو عاصي أنت اللي بتكتب عقله صفحة بيضاء ربنا أعطيها لك وممكن أن تكتب أشياء يصعب محوها يعني تضل في عقل الولد إلى سنين طويلة متأخرة فعلينا أن احنا نعرف أن الولد أرض خصبة احنا بنزرع اللي بدنا إياه إن زرعنا ورد يطلع ورد زرعنا شوك يطلع شوك وما يزرعه الإنسان يحصد أيضا فازرع الأمور الجيدة واقتلع الأشواك والأشواك هنا العادات السيئة الإنسان بيزرع إشي جيد لكن بتطلع أشواك حواليه أو حشائش علينا أن نقتلع الحشائش منذ البداية أو العادات السيئة التي ترافق الطفل طبعا إذا كان الأم غير فاضلة لا تستطيع أن تربي أولادها على الفضيلة وكذلك الأب فيجب يقول امرأة فاضلة الحكيم تريمان امرأة فاضلة من يجدها رجل فاضل من يجده فإن أردنا نكون أولادنا فاضلين علينا إحنا أنفسنا أن نكون فاضلين وطبعا علينا كمؤمنين أن نغرز التربية الدينية في حياة الولد حتى تتأصل في داخله فهنا التربية الدينية لا تربية بلا دين ولا خلق بلا خالق هتعطي الناس أخرقك كيف وإنت مش بتكلمهم عن الخالق وعن المحبة والأمانة والصفات الروحية اللي موجودة فلا تربية بلا دين ولا خلق بلا خالق بعض الأحيان من ضمن الأشياء اللي احنا بنعملها وبننساها أن الولد لما بيغلط يعني ما بيكون عندنا شجاعة نقول له أنت غلطت بنسكت ونتهاون لكن لا سم الخطية باسمها حتى الولد يعرف الخطية ويعرف شر الخطية ويقلع عنها فهنا علينا أن نكون صريحين مع أولادنا سواء عن عمل خير أو إذا عمل شرا ويجب أن ندرب الولد أن يكون مسؤولا عن نفسه وعن بيته أحبائي المشاهدين الكرام لنا فاصل قصير ومن ثم نعود لنكمل حلقتنا الرب معكم عزيزي المشاهدين الكرام عدنا لنكمل حلقتنا انحراف الأبناء وأكمل وأقول أنه على الآباء والأمهات أن يكونوا متوحدين مع بعضهم البعض وبعدين يكونوا متوحدين مع أبنائهم لأن العلاقات الأسرية أهم من العلاقات الولدية بمعنى أن العلاقة بين الأب والأم أهم من العلاقة بين الأب والأم والأولاد فلازم العلاقة بين الأب والأم تكون قوية جدا والأولاد يلحظوها ومن ثم تبدأ تكون جيدة أيضا مع أولادهم أما اسلوب الصراخ والعناد فهو يقلل من الاحترام وكما يقولون كلما ارتفع الصوت قلت الثقافة كلما الإنسان علّ صوته كان الثقافة قليلة طبعا الشجار بين الزوجين وهذا الشيء بيحدث غصبا عننا إن آجلا أو عاجلا ولكن الشجار بين الزوجين لا يجب أن يكون أمام الأولاد فأنه يفقدهم الأمان يفقدهم الأمان إذا تشاجروا أو قاعدوا مع بعضهم في خلاف يكونوا مع بعضهم يحلوا خلافهم مع بعض لكن لا يجب أن يكون شجار الأبناء مع الأولاد يفقدهم الأمان ويجعلهم يهربوا من البيت ويروحوا ربما على رفاق السوء طبعا للزوج يريد القبول والإحترام حتى العلاقات العائلية والوالدية تكون سليمة الزوج يريد من زوجته القبول والإحترام والزوجة تريد من زوجها الحنان والأمان ويجب أن يكون أشياء ثابتة دائمة القبول والإحترام للزوج من زوجته خاصة أمام أولاده والحنان والأمان من الزوج لزوجته خاصة يظهر هذا أمام أولاده بعض الأباء والأمهات بيغلطوا كثير أنه الإبن عندما يخطئ يقف معاه إذا غلط في المدرسة يقف ضد المدرسين وضد المسؤولين إن غلط في الجيران يقف مع ابنه ضد الجيران لا لازم أن تتوخى وتشوف وين الصح وتقف مع الحق وليس أن تقف فقط مع ابنك فعليك أن تكون نزيه في تعاملك بعض الأباء أيضا بيعملوا العكس الولد لما يعمل عمل خير شو بيعمل؟ بيهدو حدايا إن نجحت بيجيب لك كذا إن عملت كذا بيعمل لك كذا إن عملت كذا إيه لأنا بيعمل لك كذا وكل هذا هذه الولد يفهم على أنها رشوة لا ترضي الولد بالهدايا فقط بل اسلوبك السليم في تعاملك معه والنزيه فهنا الهدايا تعتبر رشوة عندما يكون الأب والأم بيعطوا من جيبهم لا بيعطوا من وقتهم أيضا علينا كأباء وأمهات حتى نجنب الولد الأخطاء أن ندربه أن ندربه على الأمر الصح وأن ندربه على المسئولية يعني الولد اللي بنضف بساعة في تنظيف البيت ما بيوصخ بيته بيت أهله لأنه هو تعب فعلينا أن ندربه على عمل الخير حتى يتجنب فعل الشر ويقول هنا لا تنهي عن خلق وتأتي بمثله عمرك ما تقول للولد نصيحة طيبة وإنت تعمل عمل سيء نحن لم نعرف أن حب أولادنا يكونوا في حرية لكن الحرية بلا حدود هي بداية الانحرار الحرية لا يجب أن تكون بلا حدود بأن يكون إلى حدود وحريةك تنتهي عند حرية أنا فعلينا أن ندرب الأولاد ليس على الحرية بلا حدود بل الحرية التي يحدى الصح والحق بعض الأحيان الأولادنا هم صغار لما يقولوا ألفاظ نابية نتحك لهم ونبتسمهم ونقول هدول صغار لا هذا شي خطر وهنا علينا أن نشجع أطفالنا على ذلك مهما كان صغيرا بل يجب أن ننبه أولادنا على صغائر الأمور والكتاب المقدس بيقول اسلكوا بالتدقيق فيجب أن نسلك بالتدقيق في تربيتنا مع أولادنا في شي بيغلطوا فيه الأباء والأمهات عادة بين البنات وبين الأبناء فيميز الولد على البنت أو يميز الشاطر على الكسلان أو المطيع على غير المطيع هذا هو أمر سيء جدا علينا أن نقبل الأولاد لشخصهم وليس لأفعالهم الكتاب يقول وإذ نحن بعد خطاط مات المسيح الأجنة المسيح ما أحبنا لأن أعمالنا جيدة هو أحبنا فضلا أحبنا فضلا لشخصنا وهنا بنشوف بالكتاب المقدس أنه لما الأب يميز بين الإبن والبنت لا يكسب الإبن لكن في الواقع بيخسر البنت هو بيفكر إذا ميز الولد بيكسب الولد لا ما بيكسب الولد الولد ما بيحب أن أبو يميزه عن أخته لكن بيخسر البنت فالتمييز هنا دار على كلا الحالين ونرى في الكتاب المقدس مثال إسحاق ورفقة لم يبتدوا يميز كل واحد يميز ولد عن الآخر شو كانت النتيجة فهنا علينا أن نعامل الولاد والبنات بالمثل وبالحق أيضا طبعا الطاعة والاحترام الطاعة والاحترام لا تقلل لا تكسر شخصية الولد لا تضعف شخصية الولد ولا تكسر إرادة الأب يعني ليس أننا بدي أعلم الطاعة أضعف شخصيته أو هو يكسر شخصية الأب بداعي الحرية لا بالطبع هذا لا علينا أن نعلم أولادنا أيضا روح الشكر الشكر بيعلم الولد التقدير تقدير الأمور مش بس ياخد 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 بدون ما يشكر بالشكر تدوم النعم فيجب أن نعلم أولادنا روح الشكر وعلينا مرات الأم بتخطئ هذا الخطأ إنها ما تعالج مشاكل الأولاد لغاية الأب ما ييجي من شغله أو ييجي وين مكان ييجي على بيته وهذا خطأ افرض الولد عاقب الولد الأب عاقب الإبن أو البنت يصير الولد أو البنت يكرهوا أبوهم لأن كل ما ييجي على البيت بيعاقبهم على الخطأ فالأم لا يجب أن تنتظر لحين ما ييجي الأب بل أن تعالج هي الأمور بذاتها حتى يكون الأب والأم متفقان على تربية الولد طبعا مرات بناخد العكس تماما إحنا بنخاف على أولادنا كتير ما تعملش ما تسويش وتعالى هون وخليك بعيد وكذا وده بيضعف شخصية الولد الولد بيحب عنده حب استطلاع فيجب أنه طبعا نراقبه ولكن أن نعطيه هذه الحرية أنه يتعلم بذاته والعلماء بيقولوا العلماء النفسي أنه الابن الأول البكر في البيت بتكون شخصيته ضعيفة قياسا لإخوانه ليش؟ لأن الأب والأم كان يخافوا عليه أكتر من الإخوان البقين وما تعملش وما تسويش وما تروحش فيطلع متردد بينما الابن الثاني والثالث يكونوا منطلقين هو أكثر ذكاءا ولكنه بنفس الوقت يكون أضعف من إخوانه فلا نبالغ في الخوف على الأبناء مرات الأمة بتغلط بتحارب الأب بالأولاد تحارب الأب بالأولاد تعامل الأولاد كويس جدا جدا والأب يكون جاي يعاقب الأولاد فهنا تمييز الأولاد وتحارب الأب بالأولاد أو ما تسمعوش كلام أبوك أو كده هذه الأشياء لا يجب أن إحنا بسيطة لكن لا يجب أن نجرب فيها وعلينا أن إحنا نلاحظ أن نكون تخاقين في تربية أولادنا لا تترك أولادك للفيديو أو للساتيلايت أو الإنترنت أو للموبايل أريدك أنت يا بابا هذه صرخت كل طفل تجاه أبو وأمه يقال أنه كان فيه محامي دايما مشغول بالقضايا وتيجي بنته تيجي تقعد عنده يقول لها أخذي المساري الفلانية وروحي اشتري كذا كل ما تيجي عنده يعطيها فلوس مثل أن تروح تشتري فمرة صرخت في وجهه وقالت له أريدك أنت يا بابا فلا يجب أن نكون كرماء من الجيب وبخلاء من الوقت كن كريم مع ابنك في إعطاءه الوقت تحرص على أنه لا ينحرف وإحذر عندما طعت أوامر الأولاد أن تكون الأوامر مبررة مرات بنعطي أشياء غير مبررة الولد يعني مش داخله بعجله فكيف هو بدي يطيع أو مرات نكون الغلط نعمله صح والصح نعمله غلط حسب مزاجية الأب والأم مش منظبوط يكون الكلام الخطأ بيضل خطأ والصواب بيضل صواب وهو يغضع للحق ولا يغضع أيضا للمزاج علينا أن نعلم أنه حتى في التربية حتى في التعليم هناك تربية والتعليم هناك التربية والتعليم التربية قبل التعليم حتى في المدارس التربية قبل التعليم فكم يجب أن تكون هي في البيت على الأب والأم أن يجلسوا دائما معا وبالأخص هما الاثنين يجلسوا مع أولادهم هما الاثنين يكون عندهم وقت يعطوا له وقت مش كل شيء له وقت وأولادنا إذا ضللهم وقت لا يكون في وقت محدد دائما الأب والأم يتركوه للأولاد والكتاب الحكمة بتقول ان تركت أولادك صغارا تركوك كبارا ان تركت أولادك صغارا تركوك كبارا فلا يجب أن نترك أولادنا اختلاف الأب والأم لا يجب أن يكون يؤدي إلى الخلاف لأنه إذا الأب والأم مش متفجين مع بعض كيف أولادهم بدون يتفجوا معاهم للأب والأم يجب أن يكون الاختلاف لا يؤدي أبدا إلى الخلاف الانتقاد باستمرار يجعل الولد يتراجع فما أضع لك تنتقلوا على طول على طول مرة يقول له كلمة تشجيع إذا عمل شي حسن ويقول له كلمة انتقاد بطريقة لطيفة بمحبة بروح الوداعة أعزائي المشاهدين الكرام لما أولادنا يسألون أسئلة كيف بدنا نتصرف معاهم وكيف بدنا نجاوبهم يجب أن نجاوبهم كونوا مستعدين لمجاوبة كل من يسألكوا عن سبب الرجاء الذي فيكم فما لازم نترك أولادنا وبناتنا لرفاق السوق يغضوا أجابة مغلوطة وأجابة غير صحيحة فعلينا جميعنا أن نعرف كيف نجاوب أولادنا على تساؤلاتهم أيضا هنا علينا أن لا نفقد الحنان في كل الظروف فالحنان يعطي فقدان الحنان يعطي فقدان الوجدان الاجتماعي الوجدان المطلق الولد ما يكون عنده وجدان اجتماعي وبعدين لا نستخدم اسلوب التهديد والوعيد بل على العكس على اسلوب التشجيع ويجب أن تكون محبتنا لأولادنا محبة بالكلمة والفعل مرات بالفعل احنا بنموت أنفسنا عشانهم لكن ما بنقولهمش ولا كلمة طيبة بنتركهم لا يجب أن تكون بالكلمة والفعل وعلينا أن نكون أحباي ثابتين في تعاملنا يجب أن نكون ثابتين في تعاملنا مش مرة نعمل الصحة غلط والخطأ صح حسب مزيجيتنا يجب أن نكون هكذا تكلموا وهكذا افعلوا هكذا حسب الحق وبالطبع علينا أن نسمح ببعض الأخطاء الصبيانية فهم يسالوا صغارا ويحتاجوا إلى رعايتنا وتوجيهنا لهم باستمرار والتشجيع يساعد الولد أن يأتي للأب ويسألوا والأب يكون على استعداد أن يسمع لهم وأن يجيب على كل تساؤلاته ومعاملة الأب والأم مع بعضهم تنعكس على الأطفال فالعلاقة الأسرية جيدة العلاقة الوالدية أيضا تكون علاقة جيدة ولكن علينا أن نبعد عن كل ما يخيف الأولاد وأن نعطيهم كل ما يشجعهم على أنهم يتقدموا في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس أحبائي لا تنسوا أن ترسلونا على الإيميل الظاهر أمامكم إلى اللقاء والرب معكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر